نشفة الاخبار السورية من القناة الاعلامية الثانية لبنت سوريا قال مصدر العسكري ان وحدات من الجيش والقوات المسلحة شنت هجوما معاكسا وتخوض معارك عنيفة على مداخل مدينة جسر الشغور والمحاور المؤدية اليها وقعت العشرات من الارهابيين قتلى ومصابين ودمرت اسلحتهم وعتادهم واجاءت هذه العمليات بعد اعادة انتشار ناجحة لقواتنا المسلحة التي خاضت معارك ضارية مع التنظيمات الارهابية المتدفقة باعداد كبيرة عبر الحدود التركية الى مدينة جسر الشغور وكبدت الارهابيين خسائر كبيرة واضح المصدر ان عملية اعادة الانتشار في محيط مدينة جسر الشغور جاءت تجنبا لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين مشيرا الى ان قواتنا عززت مواقعها الدفاعية ووجهت ضربات مركزة على تجمعات الارهابيين وخطوط امدادهم سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر رتل عربات للتنظيمات الارهابية قادما من الحدود التركية على محور قريتي القنية الجنودية ونفذ ضربات مركزة دمر خلالها عشرات العربات بمن فيها من ارهابيين في بشلامون وعين الباردي وعين السودة كما استهدف رتلا للارهابيين على محور كنيسة نحلة المعلقة شرق جسر الشغور ودمر عشرات العربات بما فيها في هذه الافاء اقرت التنظيمات الارهابية بمقتل العشرات من افرادها اغلبهم من جبهة النصرة من بينهم الارهابي السوداني محمد مكي الملقى بابل لادن السوداني وفي ريف حما دمر سلاح الجو اوكار للتنظيمات الارهابية في تلول الحمر وعيدون والتناهج واوقع العشرات من افرادها بين قتيل ومصاب وفي كمين محكم اوقعت وحدة من الجيش مجموعة ارهابية بالقرب من بلدة المنصورة بريف حما الشمالي الغربي وقضت على كامل افرادها كما قضت وحدات من الجيش على بؤر للتنظيمات الارهابية التكفرية المرتبطة بنظام اردوغان في احياء بمدينة حلب ودمرت لهم اليات واوكارا في الريف الشرقي ودمرت وحدات اخرى من الجيش خلال حربها المتواصلة على الارهاب اوكارا للتنظيمات الارهابية التكفرية المرتبطة بالعدو الاسرائيلي في ريفي درع والقنيطرة وقضت على ارهابيين من جبهة النصرة بينهم فياض عبد الرحمن ابو عرة مما يسمى لواء جسر حوران عبدالغني الزعبي وعلي محمد الغزالي وفي منطقة كوع حدر بالريف الشمالي السويداء نفذت مجموعات الدفاع الشعبية كمينا محكما قضت خلاله على ارهابيين حاولوا التسلل من الريف الشرقي لمحافظة درع باتجاه منطقة البادية بغية نقل الذخائر للارهابيين العملية اسفرت عن مصادرة كميات من الاسلحة المتنوعة والذخائر بينها صواريخ كورنيت وقواذف اربيجي عبر هذه الحدود تتسلل الجماعات المسلحة من المنطقة الغربية الى البادية الشرقية على حدود محافظة السويداء هذه المنطقة الاستراتيجية الخاضعة للرصد والمتابعة من قبل الجهات المختصة تم فيها مؤخرا احباط عملية تسلل للمجموعات الارهابية ومصادرة الاسلحة التي كانت بحوزتهم بعد عمليات رصد ومتابعة قامت اشاوس الدفاع الوطني بنصب كمين لمجموعات ارهابية مسلحة تقوم بنقل الاسلحة والذخائر من منطقة اللجاة الى منطقة الشرقية بادية الشام وفي تمام الساعة الحديثة عشر ليلا تم عبور هذه المجموعات الارهابية وقامت اشاوس الدفاع الوطني بالتصدي لهذه المجموعات المسلحة واردت عدد من افراد هذه الاصابة بين قتيل وجريح وتم مصادرة عدد من الاسلحة والذخائر هي منطقة استراتيجية بمعنى الكلمة لان سلطة الوصل بين منطقة اللجاة ومنطقة الشرقية يظن الارهابيون انهم قادرون على تنفيذ مخططاتهم واستغلال المناطق الحدودية في سبيل ذلك لكن لرجال الوطن افعالهم التي تنهي كل مخطط قصف الجيش اللبناني مواقع الارهابيين وتجمعاتهم في جرود رأس بعلبك بالمدفعية الثقيلة ليحبط تحركاتهم ويمنعهم من التسلل باتجاه مواقعه المتقدمة كما اوقف اربعة ارهابيين سوريين اثرى مدهمة مصنع لتصنيع المتفجرات في محلة المرج في البقاع اكدت قيادة الجيش اللبناني الاستمرارة في الحرب على الارهاب والانتصار عليه وقالت انها منعت تسرب الارهابيين الى داخل لبنان وانها استطاعت كشف العديد من الشبكات والخلايا الارهابية واحباط العديد من المخططات الاجرامية وفي هذا الاطار وبنتيجة الرصد والتقصي ذهمت قوة من الجيش اللبناني مصنعا لتصنيع المتفجرات في محلة المرج في البقاع كان يقوم باعادة تصنيع مادة السماد الكيموي وتحويلها الى عبوات ناسفة ومتفجرات وقد تم توقيف اربعة عمال جميعهم من التبعية السورية ومصدرة كمية كبيرة من المواد المصنعة والالات المستعملة هذه الجماعات التكفيرية مع كل الضربات التي وجهها لها الجيش اللبناني والقوى الامنية لا زالت تنتشر في الساحة اللبنانية على امل ان تستخدم في المستقبل القريب من بعض القوى الاقليمية الى ذلك استهدف الجيش اللبناني تحركات للمجموعات الارهابية المسلحة على السلسلة الشرقية بالمدفعية المتوسطة في جرود عرسال في البقاع الشمالي كما قصف الجيش اللبناني مواقع المسلحين بالمدفعية الثقيلة والبعيدة المدى في جرود رأس بعلبك على الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان البيئة الحاضنة للارهابيين الحسرت الى حد كبير لانه امنوا معظم اللبنانيين مختلف الطواف انه هذا الارهاب لن يستثني احد هلأ باختصار معركة الارهاب منتهت مستمرة وانا من الناس يقولوا دائما يجب التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري مصادر امنية لبنانية كانت اكدت ان تهويم الطفقة على تسمية اخلية عكار الارهابية يعد انجازا كبيرا للجيش اللبناني وخاصة ان التحقيقات التي بوشرت مع افرادها كشفت العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت مراكز الجيش اللبناني في منطقة الشمال كانوا مكلفين من قبل تنظيم داعش الارهابي بتنفيذ عملية ارهابية شمالا واستهداف الجيش اللبناني من بيروت سنع علوية التليفزيون العربي السوري كشفت صحيفة مليات التركية قيام نظام اردوغان باطلاف المعلومات والوثائق الخطرة من مؤسسات الدولة خوفا من انكشاف جرائم الفساد التي ارتكبها وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في حزيران القادم بالتوازيق للمدعي التركي السابق جولتي كين اف جي انه يواجه اتهامات بوقائعات تتعلق بالارهاب وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة اف جي اكد انه يواجه تهمة المشاركة في عصابة اشرار على علاقة بعمل ارهابي ومحاولة التآمر على الحكومة وذلك لبثه تسجيلا يكشف طورط اردوغان بقضايا فساد من جهة ثانية اكد رئيس حزب الوطن التركي دوغو بيرينشيك ان الحكومة التركية هي من يقوم بتصدير الارهاب الى سوريا قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي ان الكريملين لا يرى في مشاركة الرئيس بوتن في مراسم احياء ذكرى مذابح الارمن مبررا لرد فعل سلبي من تركيا واوضح بيسكوف ان ارمينيا شريك مهم لروسيا وعضو في الاتحاد الاقتصادي الاراسي وان عددا كبيرا من الارمن يعيشون في روسيا وهناك جذور تاريخية عميقة تربط موسكو ويريفان مؤكدا انه من الطبيعي ان يكون بوتن في مراسم لاحياء الحدث التاريخي في ياريفان ومن المهم جدا قراءة خطابه بعناية اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ان الانتصارات الاخيرة للقوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الارهابي تخلق جوا ايجابيا من شأنه توفير البيئة المناسبة لانجاح المصالحة الوطنية في العراق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد قرب نهاية عصابات تنظيم داعش الارهابي في العراق بعد انكسارها في جبهات عدة ودعا العبادي الى الوحدة الوطنية بين العراقيين ومحاربة الشائعات وتجاوز الازمة باقل الخسائر الى ذلك شن تنظيم داعش سلسلة تفجيرات انتحارية على معبر طريبيل العراقي مع الاردن اما ميدانيا فقد قضت القوات العراقية على 27 ارهابيا من داعش خلال عملية عسكرية نفذتها بمنطقة الصوفية في الانبار في اليوم العاشر لانطلاق عملية فجر القرمة لتطهير ناحية القرمة والحافات الجنوبية لمدينة الفلوجة وجهت القوة الصاروخية لجهاز الاستخبارات العسكرية العراقية ضربات موجعة لعصابات داعش في الناحية اسفرت عن تدمير اربعة مقرات للارهابيين ورتلين مسلحين والقضاء على اكثر من خمسين ارهابيا وفيما بدأت قوات عمليات الانبار وجهاز مكافحة الارهاب عملية عسكرية واسعة لتطهير منطقة نظم الثرثار شمال الفلوجة من العصابات الارهابية التي سيطرت عليها امس واصلت قوات النخبة الخاصة توغلها في منطقة الحوز وسط مدينة الرمادي بعد تدمير اكبر مستودع لاسلحة وذخيرة داعش ومعمل للعبوات الناسفة ومضافة لإيواء الارهابيين وضبط سبعة منجنيقات استخدمها الارهابيون لقصف مدينة الرمادي لجنة الامن والدفاع العراقية حملت ما يسمى بالتحالف الدولي مسؤولية تمدد داعش في بعض مناطق محافظة الانبار خلال الايام الثلاثة الاخيرة بسبب رفضها مشاركة الحجد الشعبي بمعارك التحرير قواتنا المسلحة والحجد الشعبي تحرس تقدما واضحا في عدد من الجبهات ما حصل في الانبار ليست انتكاسة وانما هناك بعض الجهات السياسية لم تشاء ان تشترك قوات الحجد الشعبي مما ادى الى فراغ ولكن الان هناك اعادة تنظيم في مناطق الانبار والمعركة الكبرى خلال الايام القادمة وهناك توجه حكومي في تسليح العشائر ومعركة الانبار معركة ايام وسيتم تطهير كل مساحة وكل شبر من الانبار بجهد العراقيين وبالاعتماد على انفسهم حصرا وفي عملية نوعية تمكنت قوة امنية عراقية خاصة من القضاء على الارهابي صالح ابو عمر البدرية المنسق بين تنظيم داعش الارهابي وما يسمى بهيئة علماء المسلمين في منطقة البعيجي بقضاء بيجي نادي العبيدي تلفزيون العربي السوري بغداد شبه اجماع دولي على وسم مجازر العثمانيين بحق الارمن بالابادة الجماعية والعالم احيا ذكرها تحت عنوان اتذكر واطالب ويأبى المحتفي بسلاطينه الا يجددها ويجعلها حية في الذاكرة اردوغان يجدد ارهاب اجداده بشكل مباشر تارة كما فعل لنقل ما يسمى رفاة جد السلطنة وتارة بشكل غير مباشر عبر تجميع الارهابيين واستزلامهم وجعل تركيا مركز عبورهم لدول الجوار وفق انجيلا ميركل ومن ثم استمرار تدفق عدادهم والتسليح والدعم لهم ما سبق اكده نواب واحزاب تركيا بالوثائق والاحتجاجات والتسريبات ليؤكده اردوغان في محاولته التمويه عبر اقالة القضاة والمدعين العامين وقادة الشرطة وعناصرها لص حلب ارسل شاحنات اسلحة لارهابيه في سوريا مغلفة بمساعدات انسانية اسبقها بنصب مخيمات للاجئين قبل بدء العدوان على سوريا وهو المقر بانه الشريك الرئيس في مشروع الشرق الاوسط الكبير تقرير ابراهيم حسن لم يعد دور النظام التركي في دعم الارهاب التكفيري الدولي الذي يتعرض له الشعب السوري منذ سنوات بحاجة الى ادلة وبراهين بل بات بحاجة الى تحرك اممي جاد لتنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الارهاب والتي ينتهكها نظام اردوغان على مدار الساعة حكومة حزب العدالة والتنمية تخوض معركة دعم الارهاب على اتجاهين خارجي عبر لاعب دور المنسق الاقليمي لحركة الارهاب العابر للحدود وداخلي عبر قمع الاصوات التي تفضح دوره الراعي للارهاب وتتصدى لمحاولاته احتلال ما تبقى من مؤسسات الدولة التركية وامام صمود الشعب السوري في مواجهة افواج التكفيريين انتقل الدور التركي الى محاولة ايجاد مبررات لتدخل العسكري عبر محاولة فبركة حوادث اطلاق صواريخ من سوريا بتنفيذ عملائه وفق ما كشفته تسريبات صوضية لاركان النظام التركي على جبهة الداخل يواصل نظام اردوغان ملاحقة معارضي دعمه للارهاب وكاشفي فساده واخر خطواته كانت محاولة حبس المدعي السابق قولتكين افجي بعد اقالته بسبب كشفه تسجيلا يثبت تورط اردوغان بقضايا فساد الخطوة تأتي بعد ايام على سجن 17 شرطيا ومسؤولا بينهم نائب مدير امن اسطنبول ورئيس شعبة مكافحة الجرائم بسبب دورهم في كشف شاحنات الاسلحة الى الارهابيين في سوريا باشراف جهاز المخابرات وتأتي بعد اقالة المدعي العام عزيز تاكجي من مهامه بسبب قراره توقيف الشاحنات وبعد اتلاف وثائق خطيرة من مؤسسات الدولة خوفا من انكشاف المزيد من فضائح الفساد رئيس حزب الوطن دوغو بيرنيتشيك اكد ان نظام اردوغان يصدر الارهاب الى سوريا ويقدم كل انواع الدعم للجماعات الارهابية فيها وهو ما تسبب بتدميرها وعلاقات الصداقة في المنطقة الدور التركي وججوا الازمة في سوريا ويمنع الحل السياسي ويشل كل المبادرات كما هو حال مبادرة ديمستورا للتجميد في حلب وهو ما يفترض من الاخير ان يسارع الى وضع حد لهذا الدور التخريبي التدميري اذا ما اراد نجاح مشاوراته التي اعلن عنها في ايار القادم الزكرة المئوية للمجازر التي اعتكبها العثماني سابقا في الحرب العالمية الاولى بحق الارمن هم يقولون بحق الانو لكن هي ليست في حق الارمن فقط اما كانت اكبر ضحية في هذه المجزرة والابادة الجماعية هي للشعب الارمني انا ذاك وفي شمال سوريا وفي ارمينيا وفي اسيا الصغرى ولكن كان هناك ايضا شعب في سوريا في المناطق التي تم ابادته من السوريان ومن الاشورين وسواهم وتهجير 600 الف وقتل 500 الف سورياني يعني كانت الغاية من العثمانية انا ذاك في الحرب العالمية الاولى هي اكبر ابادي وترحيل لكل الفسيفوسة المسيحي بكل اجناسه واطيافه من منطقة اسيا الوسطى وشمال سوريا انا ذاك وشرق سوريا هذه المجزرة تتزامن وتتماهى مع مجزرة جديدة يرتكبها العثماني الجديد في منطقة شمال حلب وشمال ادلب تركيا لها دور هذا الدور هو دور تسليحي دور جيوسياسي دور جغرافي تسليح وتمويل وحتى في الاستخبارات وعملية المنظومة الاتصالات كل هذا الدور التركي في المنطقة هو برعاية امريكية صهيونية بامتياز هذا الدور لا يمكن معاقبته كما اسلفنا في مقدمة الحديث لان هذا الدور يتماهى مع الدور الصهيوني الامريكي في معاقبة المنطقة اراء بعض المواطنين والنواب الاتراك الذين يواصلون حراكهم السلمي لفضح سياسة اردوغان وحزبه في دعم الارهابيين وتمويلهم وتدريبهم وارسالهم الى سوريا سياسة سفك الدماء التي ينتهجها اردوغان وحزبه تنطبق تماما على السياسات الامريكية والاسرائيلية سياسة العدالة والتنمية تجاه سوريا بنيت على الحقد والكراهية وسفك الدماء ان حكومة العدالة والتنمية هي السبو الرئيسي في استمرار الحرب في سوريا واستمرار النزيف الدم السورية انا من لواء اسكندرون وارى بام عيني كيف يتدفق الارهابيون من تركيا الى سوريا ليقتلوا اشقاءنا هناك نحن هنا للتنديد بالسياسة التي تتبعها حكومتنا ضد سوريا وليقاف مشروع تدريب الخمسة الاف ارهابي الذي تنوي الحكومة تدريبهم وتسليحهم لارسالهم الى سوريا طلب وزير الخارج الامريكي جون كيري من جماعة انصار الله في اليمن الانضمام الى طاولة الحوار للخروج بالبلاد من الازمة التي يعيشها اما ميدانيا فقد شهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لانصار الله وبين عناصر القاعدة الموالين لهادي المواجهة اسفرت عن سيطرة الجيش على الاحياء الاستراتيجية في منطقة الشماسي ومحيط مكتب الصحة العامة والسكان المشرف على معسكر قوات الامن الخاصة بالمدينة كما واصل الجيش اليمني تقدمه باتجاه مأرب وسيطرة على مناطق عدة فيها طيران التحالف السعودي اغار على محيط القصر الرئاسي في عدن وقصف قاعدة العند العسكرية في لحج الامر الذي اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص واصابة عدد اخر استشد شعب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخليل بعد طانه ضابطا اسرائيليا هناك يأتي ذلك فيما اصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال اعتداءات قوات الاحتلال في قرية الطور بالقدس المحتلة بعد استشهاد الفتى علي محمد ابو غنام برصاص الاحتلال قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت منزل الشهيد ابو غنام وقامت بتخريب محتوياته واعتدت بالضرب على الموجودين فيه اعلنت وزارة الداخلية النيبالية ان نحو 1500 شخص لقوا حدفهم في الزلزال الذي ضرب نيبال وبلغت شدته سبع درجات فارزت تسع على مقياسي رختر وقال مسؤول في الوزارة ان هذه الحصيلة ليست نهائية موضحا ان نحو 181 من بين الضحايا لقوا حدفهم في العاصمة كاتمندو وحداها زلزال نيبال الحق دمارا كبيرا في المنازل والمباني الحكومية في العاصمة وتسبب في انقطاع الاتصالات والكهرباء وانهيار برج تاريخيا فيها اضافة الى انهيارات ثلجية على منحدرات جبال الهملايا في منطقة ايفرست وفي بنجلاديش غادر ملايين السكان بيوتهم خوفا من تداعيات زلزال وفي الهند قتل 12 شخصا من جراء زلزال في خبرنا الاخير وضمن اطار الفعاليات المرافقة للمؤتمر الدولي سوريا الى اعادة البناء الذي تقيمه جامعة دمشق زر وفد دعاة السلام مدينتي صيدنايا ومعلولة ميري في دمشق صيدنايا ومعلولة مدينتان اثريتان ارتبطتا بعدد من اسماء القدسين حيث تشتهران بالمعالم الدينية الاثرية والكنائس التاريخية واللهجة الارامية المحكية من قبل سكانها المطران لوق الخوري المعاون البطرياركي في بطرياركية انطاكيا وسائر المشرق لرومي الارثالوكس اكد لوفد دعاة السلام ان المسيحيين في سوريا باقون ومتجذرون في ارضهم ويتعايشون بسلام مع اخوانهم السوريين هالزيارات من الوفود كثير مهمة لسوريا واني رح يروحوا وينقلوا للشكل الصحيح وان شاء الله امورنا بخير وسلام ودائما لان سوريا لا تحب الا السلام ولا تحب الا الخير ولا تحب الا المحبة لجميع الناس اعضاء الوفد اكدوا ان سوريا مهد للحضارات وارض الديانات السماوية القديمة وانها باقية مهما تعرضت الاعتداءات مشيرين لضرورة ان تقف دول العالم اجمع الى جانبها للضغط على الدول التي تدعم الارهاب وتموله زيارتنا المعلولة وهذا شرف كبير ان نزور هذه الاماكن المقدسة فالشام الكبرى هذه المنطقة فلسطين سوريا هي رحم القداسة هي موطن النبوات وبالتالي هذا حج قد نحرم هذا العام من حج مكة لكن كل ارض الله هي مقدسة حين تزرع بجتامين الشهداء حين تسقى بدماء الشهداء وبالتالي نعم نحن نحج الى معلولة نعم نحن نحج الى الشاب وانا متأكدة انه ربي سيقبل حجتنا اذا كنتم متوحدين وابتحبوا بلدكم واحد بالعالم سيقلبكم وتضمنت فعاليات الزيارة تكريما لعدد من شهداء صيدنايا وتقديم اغانى وطنية لكورال البلدة كانت لكم مشاهدين اهم احداثي هذا اليوم قدمناها لكم من المركز الاخباري في دمشق شكرا دوما لوفائكم لبرامجنا تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر